السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درسنا جديد إذا كنت تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلك كل جديد البعض يتابع القناة لكن لا تنسى يشترك بالقناة ينتبع على زر الاشتراك إذا ضغط على زر الاشتراك وانفعل زر الجرس قبل ما يبدأ الفيديو لكي يصلك كل يوم فيديو جديد بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن adjectives إذن الصفات البعض يجد صعوبة باستخدام الصفة باللغة الإنجليزية نتكلم في هذا الفيديو بشكل مفصل عن الصفة وكيفية استخدامها باللغة الإنجليزية بشكل صحيح وسهولة وسلاسة بدون أي تعقيدات أول ملاحظة يجب أن ننتبع عليها الصفة باللغة الإنجليزية لا يوجد مفرد أو جمع يلا يوجد singular أو plural هي نفس الصفة تستخدم مع المفرد ومع الجمع لديه سيارة كبيرة لاحظ سيارة كبيرة كار مفرد سيارة واحدة إذن استخدمناها بحالة المفرد لديه سيارات كبيرة لاحظ سيارات كبيرة أيضا سيارات جمع بيك أيضا استخدمناها نفسها بحالة المفرد لا نضع اس تصبح بيكز كارز هذا خطأ إذن الصفة لا تجمع باللغة الإنجليزية نفس الصفة تستخدم مع المفرد ونفسها مع الجمع اللونغ تابل إذن طاولة طويلة نريد أن نقول طاولات طويلات لونغ تابلز إذن بهالحالة هاية تابل جمع وتابل مفرد طاولة طاولات طاولة طاولة طاولات 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 بل مختصر لا تجمع الصفة باللغة الإنجليزية تأتي مع المفرد والجمع أيضا الملاحظة الثامة لنسبة للصفات تأتي نفسها مع المؤنث مع المسكولين المذكر مع ميل المذكر في ميل المؤنث الصفة نفسها بالتأنيث والتذكير أبيوتفل درس ثوب جميل أبيوتفل ويندو نافذة جميلة إذن ثوب جميل استخدمنا بيوتفل نافذة جميلة أيضا بيوتفل لاحظ جميل مذكر جميلة مؤنث لأن كيف نعرف باللغة العربية مذكر والمؤنث فقط نضع قبل الاسم هذا أو هذه نقول هذا ثوب وهذه نافذة إذن مذكر ومؤنث الصفة نفسها بالمذكر والمؤنث لكن باللغة العربية في عدد نتاء مربوطة للمؤنث باللغة الإنجليزية نفس الصفة كما قلنا للمذكر والمؤنث ننتبه لهذه الملاحظة أيضا ننتبه الصفة تأتي قبل الموصوف يعني ممكن شخص يقول باب أبيض يكتب وهذا خطأ ممكن باب أسود أيضا يكتب A door black وهذا خطأ إذن الصفة تصف الموصوف يعني تصف الاسم تعطي مزيد من المعلومات عنهم إذن A door white خطأ A door black أيضا هذه خطأ إذن الصفة دائما قبل الموصوف إذن هذه الجملة نصف الباب نكتب A door أيضا باب أسود A door لكن الباب شو صفته أبيض نكتب white تصبح A white door إذن باب أبيض الصفة قبل الموصوف الموصوف هو الباب الصفة أبيض أيضا نريد أن نصف دور black نضع a black door إذن باب أسود إذن الصفة جاءت قبل الموصوف a black door إذن كما قلنا دور هو موصوف black صفة مثل عدنا a small car سيارة صغيرة إذن car موصوف عدنا small صفة إذن دائما الصفة تأتي قبل الموصوف a tall man إذن الرجل طويل إذن نضع الصفة قبل الموصوف لا نقول a man tall إذن هذا خطأ إذن الصفة تأتي قبل الموصوف أيضا الصفة تأتي بعد فعل الكون مثلا هذه الغرفة نظيفة نعرف بلغة الإنجليزية هذه this الغرفة room ممكن شخص يقول لماذا لا نضع al يعني the هل نستطيع أن نقول this the room هذا خطأ لماذا this إذن معرف لا يحتاج أن نضع معرفين بنفس الجملة خلاص this room يعني هذه الغرفة أصبحت معرفة بدون al this room clean هذه الغرفة نظيفة لكن هذا خطأ لماذا لا يوجد فعل فيها جملة إذن لم يكن هاك فعل واضح بالجملة يكون عنده إذن الفعل فعل كون يما يكون am أو is أو a بهذا الحالة room مفرد نضع فعل الكون is تصبح this room is clean هذه الغرفة تكون نظيفة لكن باللغة العربية يقول هذه الغرفة نظيفة أيضا الغرفة نظيفة the room clean the room clean الغرفة نظيفة أيضا جملة خطأ لماذا لا يوجد فعل بالتالي يجبع نضع am is the room مفرد نضع is تصبح the room is clean الغرفة تكون نظيفة لاحظ clean جاءت بعد فعل الكون is أيضا clean جاءت بعد فعل الكون إذن نتذكر بعد فعل الكون نضع الصفة نريد أن نقول بالماضي يعني كانت هذه الغرفة نظيفة كانت بدل عن is نضع was تصبح this room was clean كانت هذه الغرفة نظيفة أيضا كانت الغرفة نظيفة أيضا نكتب was تصبح the room was clean إذن كانت الغرفة نظيفة إذن كما قلنا الصفة تأتي بعد فعل الكون والصفة تأتي قبل الموصوف كما قلنا they ate a small apple إذن أكلوا تفاحة صغيرة إذن نضع الصفة قبل الموصوف التفاحة شو صفتها صغيرة مثل نضع a yellow apple إذن تفاحة صفراء a red apple تفاحة حمراء a big apple إذن تفاحة كبيرة وهكذا إذن الصفة دائما تأتي قبل الموصوف إذن الصفة تأتي بعد فعل الكون والصفة تأتي قبل الموصوف قبل الموصوف أو الاسم يعني دائما يكتب رسائل بدون معنى اللاحظ هي subject الفاعل always adverb إذن ضرف يأتي قبل الفعل write verb الفعل يكتب طبعا نضفنا s لماذا لأن الفاعل عندنا هي دائما بالمضارع البسيط simple present إذا كان الفاعل هي شيئة نضيف s أو إذا كان مفرد لاحظ يكتب رسائل طيب ما طبيعة هذا الرسائل meaningless إذن بدون معنى إذن هذه صفة أتت قبل الموصوف he always writes meaningless letters ممكن شخص يسأل ماذا نسمي هذا s نسمي ها s المفرد الغائب third person singular s شعر أحمد يكون أسود أو شعر أحمد أسود لاحظ هذه نسميها أبوسترف s يعني s الملكية شعر أحمد ممكن شخص يظون أنها has هذا خطأ إذن لا نقول أحمد يكون شعر أو أحمد يملك شعر يكون إذن هذا خطأ إذن هذه ننتبه هذه s الملكية لأن عدنا أحمد زهير هي الفاعل is تكون فعل black إذن تكملة الجملة أو تتملة الجملة أو the rest of the sentence لاحظ black صفة جاءت بعد فعل الكون it's a nice trip and I'm happy it's أيضا هي اختصار it is ممكن شخص سأل كيف عرفنا يا أستاذ لاحظ هذه عبارة عن جملتين جملة أولى الجملة الثانية مفصولة ب conjunction إذن اسم وصل أو كلمة وصل هي and إذن جملة أولى جملة الثانية لاحظ it's a nice trip إذا لا يجد فعل بهالحال يكون عدنا فعل كون إذن هي اختصار ل is it is and I I am نظيفة حزين أو نقول he felt sad الفعلين صحيحة it's cloudy إنها غائمة ممكن نقول the sky is cloudy إذن السماء غائمة ممكن نسبدل the sky by it وعدنا is نختصرها تصبح it's cloudy إنها غائمة نقصد السماء يعني it is cloudy أيضا استخدمنا cloudy الصفة جاءت بعد فعل الكون وهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن استخدام الصفات طبعا يوجد أيضا قام التشغيل اسمها adjectives الصفات تكلمنا قبل كيف رتب الصفات يعني إذا كان نوع أو إذا كان يتكلم عن وزن أو طول وهكذا كيف ترتيب الصفات باللغة الإنجليزية الحب يرجع أيضا موجود الفيديو على القناة أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجب كم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لأك الفيديو